جولة اقتصادية جديدة والبداية بشأن المحلية حيث يشهد الريال يمني حالة من التذبذ بالمصحوب بالتراجع أمام العملات الأجنبية وخصوصا أمام الدولار التراوح سعر صار في مقابل الدولار خلال عملية الشراء والبيع ما بين 580 و 590 ريال ولم يتراجع سوى ببضعة ريالات بعد أن كان تجاوز 600 ريال مقابل الدولار الواحد فيما ظل الريال السعودي متذبذبا تحت سقفة 160 ريال ببضعة ريالات هذا ويمتنع الكثير من الصرافين عن البيع للدولار والاكتفاء بالشراء خبراء اقتصاديون اعتبروا تراجع الطارئ والطفيف بأنه يتسم بشكل مؤقت كون الحكومة لم تبادر حتى الآن بفرض معالجات فاعلة تثبت أسعار الصرف وحذروا من ارتفاع أسعار الصرف مجددا وبشكل يتجاوز سقفة 600 ريال مقابل الدولار الواحد قبل نهاية الشهر الجاري في حال تأخرت المعالجات الحكومية كشفت مصادر حكومية عن تقديم البنك الدولي محفظة مشاريع طارئة لليمن في خمسة مجالات تنموية بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار وستة وثلاثين مليون دولار وتتكون المحفظة من خمسة مشاريع طارئة في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية ودعم صغار المزارعين والخدمات الحضرية المتكاملة والطاقة البديلة المصادر أضافت أنه بحسب التقييم المستمر للإحتياجات في مرحلة الثالثة فإن اليمن يحتاج لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في 16 مدينة و12 قطاعا بما يقارب 23 مليار دولار للخمس السنين المقبلة أكدت مصادر محلية بالعاصمة صنعان قيادة الميليشيات الحوثي أصدرت قرارا بإيقاف توزيع حصص المواطنين من الغاز يوم الثلاثاء من كل أسبوع تحت مسمى دعم المجهود الحربية واتهم مواطنون الحوثيون باستثمار المخصص لهم وبيعه في السوق السوداء لأصحاب المطائم بأسعار مرتفعة بلغت 12 ألف ريال للأسطوانة الواحدة في سبيل تحقيق الأرباح الطائلة ويعاني سكان العاصمة صنع من أزمة حادة للغاز المنزلي منذ أدة الشر والتفاع أسعار لمستويات عالية حيث تباع بـ 3500 ريال عن طريق عقل الحارات نظم العشرات من المواطنين في مدينة المكلة عاصمة محافظة حضر موت وقفة احتجاجية على انعدام الغاز المنزلي وطالب المحتجون سردات المحلية بتوفير الغاز وبالأسعار الرسمية وتعيش محافظة حضر موت أزمة خانقة في الغاز المنزلي منذ نحو شهر حيث ارتفع على إثري سائل استوانة الغاز إلى 8000 ريال يذكر أن محطة بروم للغاز هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتوريد الغاز المنزلي لساحل حضر موت من محطة صافر للغاز بمارب وأخيرا تراجعت أسعار نفط عالميا نعنى على مستوياتها لعام 2019 بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية زيادة كبيرة في مخزونة الخام وتأثر السوق بالقلق من تباطئ النمو الاقتصادي العالمي مع تقفيضات في الإمدادات التي تقودها أوبيك والتقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين للتسوية النزاع التجاري بينهما حيث بلغت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 56 دولار و 96 سنة للبرميل وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برينت لتصل إلى 67 دولار و 7 سنتات للبرميل اشتركوا في القناة